السلام عليكم. طبعا الكثير تسأل ليش ما طلع اسمي بمنحة الطوارئ او منحة العاطلين. قبل ما اعطيكم الاسباب اتمنى انه تحط لايك للفيديو حتى يوصل جميع المشتركين واذا انت ما مشترك بالقناة اشترك وفعل الجرس عالكل حتى توصلك اشعارات القناة. قناة التليجرام اخبارنا بها سريعة اسرع من اليوتيوب رابطها تلقونا باول تعليق وايضا حساباتي باول تعليق. طبعا السبب الاول هو انه مو كل ما من قدم على منحة العاطلين يكون مشمول وانه يطلع اسمي. يعني هي اكيد راح تعتمد على الحظ او على طريقة فرز الاسماء. فمو كل من قدم راح يطلع اسمي. هاي اول سبب. ثاني سبب. اذا طلع اسمك وما وصلتك رسالة اه يعني انه احتمال يكون خطأ بالرقم. الرقم اه رقم الهاتف مالتك اللي انت حطيته بالاستمارة. احتمال يكون بخطأ لذلك اسمك طلع لكن اه لما اندزولك رسالة ما وصلتك لان رقم غلط. ثالث سبب. اه الطالع اسمه بالوجبة السادسة الكثير الكثير ما وصلتهم رسائل وهذا خلل من الوزارة. اذا اذا انت اسمك بالوجبة السادسة فجميع اه جماعتك اللي وياك اللي طلعوا بالوجبة السادسة اه ايضا ما وصلتهم رسائل وهذا يكون خلل من الوزارة. النقطة الرابعة تقول الوجبات السابعة والثامنة والتاسعة الوزارة لحد الان ما ارسلت لهم رسائل. يعني ليس خلل ولكن هي لحد الان ما ارسلت لهم رسائل. اللي هو الوجبة السابعة والثامنة والتاسعة. فاذا انت اسمك طلع بوحدة من ذني ثلاث وجبات. فالوزارة لحد الآن ما أرسلت لكم رسائل النقطة الخامسة النقطة الخامسة تقول المقدم أكثر من شخص على رقم موبايل واحد إذا أنت مقدم مثلا أنت وأخوك أو أنت وأي شخص ثاني أو ثلاث أشخاص أو أربعة على رقم موبايل واحد فالتعليمات تقول أنه يستلم شخص واحد فقط من هذول الأشخاص اللي مقدمين على هذا الرقم عندنا النقطة السادسة تقول لحد الآن الوزارة ما نزلت أي استمارة لتصحيح الأخطاء فأي فيديو أو أي رابط ينشروا لكم يقول لكم هذا تصحيح الأخطاء ماكو حاليا أي رابط لتصحيح الأخطاء النقطة السابعة تقول التقديم في الوقت الحالي لا يوجد تقديم حاليا يعني اللي يقول لكم مثل التصحيح الأخطاء اللي يقول لكم أنه أكو تقديم حاليا هذا يشذب عليكم أي تقديم حالي ماكو احتمال أنه يجي تقديم لكن حاليا ماكو نهائيا النقطة الثامنة تقول اللي يستلم أول شهر حسب تعليمات الوزارة تكمل جميع الأسماء المشمولة جميع الأسماء يستلمون بعدين تبدأ الوجبة الثاني أو الشهر الثاني مثل ما قلنا بعد انتهاء جميع الوجبات النقطة التاسعة والأخيرة تقول حسب ما نشرت الوزارة المنحة تكون ثلاث أشهر أي ثلاث وجبات يعني خاف أنه يجيكم واحد يشير لكم فيديو يقول لكم أنه صارت أربع وجبات يعني أربع أروات بيطوكم لا ثلاث وجبات فقط طبعا هذا كان التوضيح بخصوص الكثير من الأسئلة اللي تيجيني سواء كان بالتعليقات أو على حساباتي الفيسبوك والإنستغرام أو التليجرام فأتمنى أنه تقدرون تعبي وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس وتسوون مشاركة لأصدقائكم اللي يسأل أي سؤال من هذين الأسئلة تزول لهذا الفيديو من خلال السهم الموجود أسفل عنوان الفيديو وبس شباب هذا كان الفيديو أتمنى أن تشتركون تفعلون جرس ونشوفكم بالفيديو الجاي في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر